اشتركوا في القناة وقال فريق توسيز لرياضة سباق السيارات عن فخره بما حققه الفريق من انجاز يضاف الى انجازات مملكة البحرين الرياضية مقدما سموه التهانية لجميع طاقم الفريق ومهنئا جميع اعضاء الفريق على ما قدموه من عمل جماعي باهر خلال السباقات في البطولة العالمية وقال سموه ان انهاء السباق بفوز للسيارة الاولى ومركز مشرف ضمن ستة الاوائل للثانية يعد انجازا كبيرا من جميع النواحي حيث اظهرت السيارتان ايقاعا رائعا في جميع المراحل كما اظهر السائقون الاربعة مستويات متميزة طوال السباق هذا وقد تمكن اثنائي جيمز كوتينغام وجوني ادم من الفوز بالسباق بعدما انطلق من المقدمة بينما انهى اثنائي ايان لوجي وفيلكن السباق ضمن ستة الاوائل وبهذه النتيجة يحقق جوني ادم فوزه بالسباق التاسع عشر ويعادل رقم زميله فيلكن في عدد مرات الفوز ويوسع هذا الفوز صدارة الثنائي جيمز واكن لبطولة السائقين في حين ان النقاط التي سجلتها سيارتان تبقي فريق توسيز على بعد ستة مراكز فقط من احراز بطولة الفرق مع تبقي جولتين من جنبه اعرض السائق كوتينغام عن سعادته بالنتائج التي حققها الفريق هذا الاسبوع منوها بدعم واهتمام سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة وبالاستراتيجية الفعالة التي وضعها الفريق خلال السباق هذا وسوف تقام الجولة قبل الاخيرة من الموسم في براندز هاتش في التاسع والعاشر من شهر سبتمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر